الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم الشارع والطريق العامن هو الشارع الذي يكون على طرفيه فاصل يسمى بكتف الطريق يسمى بحارة الأمان أي تسمية فاصل بين السيارات وبين الحواجز حتى تبتعد الناس عن احتمال التصادم مع الحواجز في القيادة قيادة السيارة التي تسمى سياقة يلزم أن يكون هناك فاصل بين سيارتك وبين السيارة الأمامية وكلما كانت السرعة أعلى هذا الفاصل يلزم أن يكون أكبر في الإشارة الحمراء يلزم أن تقف خلف الخطوط لكي تبتعد نسبيا عن احتمال الحادث وفي مجالات أخرى سلك كهربائي عاري من دون محافظ بلاستيك إذا رأيته لا تقول لطفلك لا تأخذ هذا السلك لا تبعد الطفل الـ 20 متر مثلا أو أكثر أو أقل عن هذا السلك كل ذلك لماذا وأمثالها المئات والآلاف من الأمثال لأن العقل والعقلاء يعني الطريقة العقلائية متفقان على لزوم الابتعاد عن مواطن الخطر العقل والعقلاء متفقان على أنه يلزم أن لا توقع نفسك في الخطر هذا واضح لا أكثر من ذلك يتفق العقل مع طريقة العقلاء في أنه يلزم أن تجعل بينك وبين الأخطار فاصلا وكلما كان الخطر أكبر يلزم أن يكون الفاصل أكبر هذه من بديهيات العقل هذه من بديهيات طرق العقلاء من هنا الشريعة المقدسة الإسلامية جعلت راعت هذا الضابط الذي جعله الله سبحانه وتعالى في العقل والذي مشت عليها العقلاء عامة طبق ذلك في الأمور الخطيرة الشرعية والأمثل كثير جدا كمثال أقول في التعامل بين الرجل والمرأة الفقهاء يفتون بأنه لا يجوز أن يقول الرجل لامرأة أجنبية إني أحبك لماذا يا كلمة لا تؤثر قد أقبل منك ربما ولكن يحتمل أن هذه الكلمة تؤثر يحتمل يعني ماذا يعني صرت على مقربة من الخضر ما حافظت على الفاصل قد لا تقع في الخطر وقد تقع بهذه الكلمة هذه الكلمة تجعل الفاصل بينك وبين السقوط في الخطر فاصل قليل فاصل غير مناسب كما لو كنت تقود السيارة في حارة الأمان من دون ضرورة طبعا أنت قريب جدا عن الحاجز إذا كانت السرعة سرعة عالية أنت قريب من الخطر كثير من الفقهاء يفتون بأن الرجل لا يجوز له أن يكون مع إمرأة أجنبية في مكان مغلق في مكان لا يتمكن أحد أن يطلع على حالهما لا يتمكن أحد أن يدخل عليهما عادي قد يكون عادي ولكن أنت في منطقة الخطر في هذه الحالة أنت في منطقة الخطر لماذا تجعل نفسك في منطقة الخطر مرة عندك ضرورة ذلك موضوع ثاني مرة من دون ضرورة تبقى معها لماذا أنت في هذا الوضع في منطقة خطر العقل والعقلاء يتفقان على أنه يلزم أن تبتعد عن منطقة الخطر تكون في المنطقة الآمنة إذا كنت معها في مكان مفتوح أنت في منطقة إجمالا آمنة في مكان يطلع على حالكما غيركما أنت إجمالا في منطقة آمنة إجمالا من هذه الجهة لا نتحدث عن بقية الجهات مثال آخر المرأة تجعل شيئا من المكياج على وجهها وتخرج أمام رجال أجانب عادي اليوم الشباب رأوا ما رأوا لا يقعون في الحرام بهذه الأمور قد يكون كلامك صحيحا قد يكون ولكن هذه حالة قد توقع بعض الشباب بعض الرجال في الخطر منطقة محظورة هذه لا نقول لا نقول بالتأكيد سوف يقع يقع رجال في الخطر في الخطأ في الذنب قد لا يقع ولكن أنت عندما تقود السيارة بسرعة عالية بالقرب جدا من السيارة الأمامية أنت وقعت في الخطر قد لا تقع في الخطر في كثير من الحالات لا يحدث حادث أيضا ولكن هذه الطريقة الطريقة الصحيحة لا العقلاء يلومون إذا حدث حادث من الملام هو هذا الشخص أنت بهذه السرعة تقود السيارة بالقرب من السيارة الأمامية أنت في منطقة خطر أنت في حالة محظورة ليس بالضرورة أن يقع الخطر ابتعد عن المنطقة المحظورة المنطقة الخطرة لاحظوا حتى الآيات القرآنية في موارد عديدة لا بل موارد كثيرة تبين هذه النقطة مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا في هذه الآية المباركة الله عز وجل ما قال لا تزنوا ذاك واضح ذاك محرم واضح لا الآية تقول لا تقرب لا تعمل عملا تكون قريبا قد لا تقع ولكن لا تقترب المنطقة خطرة هذا الموضوع خطر خطر كبير خطر كبير هذا هذا فساد هذا عمل قبيح يطيح يسقط المجتمع شيء سيء جدا لا تكون قريبا حتى ولا تقرب الزنا آية قرآنية أخرى الله عز وجل يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان الخطوة الأولى محرمة قد لا تكون محرمة أصلا قد لا تكون مكروهة ولكن هي خطوة من خطوات الشيطان انتبه الخطوة هذه ليست محرمة ولا مكروهة ربما الخطوة التالية ما هي الخطوة الثالثة الخطوة الخامس الصحرة من البداية اقطع من البداية لا تدخل في هذه المتاهة قضية آدم وحواء ومنعهما من الشجرة لاحظوا الآيات القرآنية ماذا تقول أنا ما واجهت آية قرآنية تقول لا تأكله أنا ما واجهت لعله موجود ما أذكر الآيات تقول لا تقربا هذه الشجرة لعله لعله تلك الشجرة كانت جميلة منظرها جذاب لعل رائحة الشجرة رائحة فواكه هذه تلك الشجرة كانت رائحة طيبة جدا جذابة خلابة المنظر خلاب الرائحة طيبة الله عز وجل ما قال يعني بالمقدار الذي أتذكر ما قال لا تأكل لا تقربا هذه الشجرة اجعل بينكما وبين هذه الشجرة فاصل إذا اقتربتما ربما تسقطان كما بالفعل حدث سقطا في الخطأ سقطا في المخالفة لماذا تقترب لا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة أصلا هذه الدقائق القرآنية اجعلوها على جانب عتما رأيتم في الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن الحيوانات عن حياة الحيوانات الأسد عندما يصطاد مثلا غزالة فورا تستسلم بمجرد ما يعض الأسد عليها تستسلم خلاص بعض الحيوانات عندما يصيده الأسد تضرب تتحرك تحاول تضرب الأسد بضربات شديدة يعني بعبارتنا تطلع روح الأسد إلى أن تستسلم يا أخي شخص يقول لا أتمكن الشيطان أقوى مني لا بأس فرضا فرضا أقول لا بأس فرضا أصدق كلامك على الأقل كن فريس الصعب للشيطان لا تستسلم بسرعة أول ما قال لك الشيطان تعال تذهب لا ادلع كن صيدا مؤذيا للشيطان الشيطان يريد أن يفتك بك يريد أن يقطعك أن يمزقك دنيا وآخرة أليس كذلك هذا واضح أنت بمجرد ما قال لك الشيطان تعال تذهب خطأ طلع روح الشيطان ثم اذهب إليه لو كنت تستضعف نفسك أمام الشيطان لا تكون فريسة سهلة الشيطان يريد أن يفترسك بكل سهولة تستسلم لا اجعل حاجزا اجعل مانعا أبعد الشيطان الطم الشيطان اضربه يأتيك الشيطان إلعن الشيطان مرة ثانية يأتيك مرة ثانية إلعنه مرة ثالثة إلعنه مرة ثانية يعني كن مؤذيا للشيطان لا تكون فريسة سهلة لا تكون صيدا سهلا للشيطان الذين أبعدوا الناس عن مصدر الخير وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أولئك الذين أبعدوا الناس عن مصدر الخير أولئك إلعنهم هذا يؤذي الشيطان كما أنه يريد أن يفترسك أنت أيضا اضرب ضرباتك ثم بعد ذلك استسلم فرضا أقول عدو بهذه الشدة ليس عدوا لدنياك فقط نحن لا نقبل أن نكون سهلين على أعداء دنيانا هذا عدو الدنيا والآخر نكون سهلين عنده أبعده لا تقترب من المنطقة المحظورة إذا اقتربت أؤذي كن مؤذيا كن متعبا له كلمتي الأخيرة لا سمح الله لا سمح الله إذا سقط الإنسان في شباك الشيطان المفروض لا يسقط الإنسان الشيء حافظ عليه قبل أن ينكسر لا بعد الإنكسار تفكر في الجابر ذاك أصعب بالإضافة إلى أنه بالنتيجة فرضا شخص سقط في شباك الشيطان إذا سقطت في شباك الشيطان حافظ على تمسكك بحبل النجاة أنت في الشبك تمسك بقوة بحبل النجاة حبل النجاة ما هو حب محمد وآل محمد حافظ على الشيء الذي ينقذك في أصعب الظروف ولاية محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد حافظ على الشيء الذي قد أنقذ الملايين والملايين والملايين أنقذهم من السقوط في شباك الشيطان أو من الإنقاذ بعدما سقطوا في شباك الشيطان إن الحسين شيئان مصباح هدى قبل أن تسقط يريك الطريق إذا سقط الشخص وسفينة نجاة اللهم صلى على محمد وآل محمد كن قريبا حتى والعياذ بالله لو سقط الإنسان في الخطأ في المعصية يحاول أن يكون قريبا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قضية زليخة مع يوسف قضية مشهورة والخطأ الذي ارتكبته زليخة وصارت على مسافة قريبة جدا جدا من الفاحشة من ذلك العمل القبيح جدا قضية مشهورة ولكن حدث شيء هذه الرواية الشريفة تبين جانبا أنا أقرأ هذه الرواية الشريفة وأختم بها حديثي الرواية الشريفة في كتاب على الشرائع الشيخ الصدوق رضوان الله عليه بسند يذكره عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال استأذنت زليخة على يوسف بعد أن هرمت وكبرت وراح الجمال وراح المال العياذ بالله حقيقة عبر عجيبة كانت من أجمل كاتبين أنها كانت أجمل ما قالوا من أجمل أجمل النساء في منطقتها كانت ثرية جدا اغترار بماذا بشيء تعلم أنه يذهب وينتهي تعلم ألمك يذهب مالك يذهب شخصيتك تذهب جمالك يذهب اغترار بماذا حقا عجيبة هذه القضية هرمت خلاص راحت افتقرت الجمال راح كليا ما ما قيلها شيء استأذنت زليخة على يوسف طلبة من الحاشية من الخدم أن يأذنوا لها أن تلتقي بيوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام فقيل لها إنا نكره وأن نقدم بكي عليه لما كان منكي إليه أنت صدر منك خطأ كبير بالنسبة إلى يوسف هذا الخطأ كان جدا كبير الصديق يوسف تطلبين منه عملا بهذه الدرجة من القبح هذه أكبر إغانة له فنخاف أن يوسف يؤذيك يسجنك يتذكر الأذى منك في تلك القضية إنا نكره أن نقدم بكي عليه لما كان منك إليه قالت إني لا أخاف من يخاف الله يوسف يخاف الله أنا لا أخاف منه لا بأس استأذنوا لا أدخل عليه فلما دخلت قال لها يوسف على نبينا وعليه عليه الصلاة والسلام قال لها يا زليخة ما لي أراكي قد تغير لونكي ما أراد يوسف أن يؤنبها أراد أن ينصحها الأمور تزول انت بهي قالت الكلمة جميلة جدا كلمتها جميلة قالت الحمد لله الذي جعل الملوك بمعصيتهم جعل الملوك بمعصيتهم عبيدا وجعل العبيد بطاعتهم ملوكا أنا كنت ملكة بمعصية الله أصبحت عبيدة أما يعني بحكم فقيرة لا تملك شيئا وجعل العبيد أنت كنت عبدا وجعل العبيد بطاعتهم ملوكا قال لها من الذي دعاك يا زليخة إلى ما كان منك قالت حسن وجهك يا يوسف فقال يوسف قال أنت تقولين عني حسن الوجه فقال كيف لو رأيتي نبيا يقال له محمد يكون في آخر الزمان أحسن مني وجها وأحسن مني خلقا وأسمح مني كفا قالت صدقته قال يوسف وكيف علمتي أني صدقت قالت لأنك حين ذكرته وقع حبه في قلبي فأوحى الله عز وجل إلى يوسف أنها قد صدقت بالفعل وقع حب رسول الله في قلبها لأنه وقع حب رسول الله في قلبها يقول الله عز وجل ليوسف إني الله يقول إني قد أحببتها لحبها محمدا فأمره الله تبارك وتعالى أن يتزوجها قضية المشهورة على أبواب الأشهر الجميلة الثلاثة المليئة من روحانيات الأشهر السهلة التقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى أفضل شيء أفضل الأعمال الوراع عن محارم الله في شهر رمضان الوراع يعني الاجتناب يعني أخذ الحيطة لا أقول الإنسان يقع ولا يعذب الله في الوساوس لا أخذ الحيطة خصوصا بالنسبة إلى هذين الشهرين وهما مقدمة لشهر رمضان الإنسان يحاول ودائما يلزم أن يكون هكذا ولكن في هذه الأشهر بالخصوص يكون الإنسان يحافظ على الفاصل بينه وبين الشيطان الاقترب يبعد الشيطان يبعد نفسه عن الشيطان نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد بمكانة محمد وآل محمد لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا اللهم لا تفرق بيننا وبينهم اللهم لا تفرق بيننا وبينهم اللهم لا تفرق بيننا وبينهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اشتركوا في القناة